في اختيار التوقيت وكيفية الرد إنما هل في رد؟ آه في رد في رد لأنه تقال بالشكل واضح النهاردة مش هنسبكم بالضبط مش هنسبكم وده يعني هو على فكرة كل عشان كده قلت في أول كلام كل كلمة لها معناها وكل كلمة توزن بميزان صحيح جدا وتفهم صح من هذه الكلمات النهاردة كلمات اختيرت بدقة شديدة طيب حداك يمكن الاعتبارات متحفز أو ما بتقولش يعني الأشياء بمسمياتها لكن إحنا كناس العداية في الشهر تقولك حماس واللي وراء حماس قطر تركيا أمريكا إسرائيل بتكلم صح؟ يعني هو طبعا جزء من حدك تفضلت بي ده ممكن يبقى مظبوط ولكن برضو أنا ما اعتقدش ده الوقت المناسب إن احنا نفسح عن هذا لأن بردك يعني دي بتجيء في إطار خطط بتتعمل وفي موضوعات حساسة فما اعتقدش إن احنا من صالح الأمن القومي مصر نحن نتحدث في هذا ده طب انت فنت الخطاب عايزة بقى المحور بقى للجوة مصر بالزبط كده للإخوان وبعدين لأول مرة النهاردة بشكل مباشر يقول أنا اللي كنت بقول في الغرف المغلقة كذا 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 والنهاردة هقول على العرب بالزبط كده التهديد اللي هو حنحكمكم يعني نقتلكم هو قال عدة مرات ده كلام الإخوان المصريين عرفوا إن احنا لازم نحكمكم محكمناش محكمنكوش حنقش نقتلكم بقى ده البديل الرئيس أوضع حيزة وكلام ده تتقل للرئيس في اجتماعات لما كان وزير دفاع الكلام لما قالي على قيادة مهمة وكبيرة وكان طبعا احنا عارفين إنه كان خيرة الشاطر لما اتكلم برضو هيجيلكوا ناس من كذا ومن كذا من كل الدنيا تيجي تحارب هنا في مصر وتهديد للجيش المصري وقتا أولا انت استقبلت الكلام ده إزاي وإنه يتقل بالشكل ده في التوقيت ده أنا كنت عارف الكلام ده من قبل كده وسمعته عدة مرات في في حوارات جانبية في حوارات وفي داخل المجتمعات السياسية اللي احنا نعود فيها فأنا عارف وسمعته وكنت متأكد تماما إن ده حصل قبل كده لكن أنا عايز أقولك إن ليس فقط خيرة الشاطر اللي قال كده ولكن احنا شفنا على فيديوهات شفنا ناس بتقول ناس العادية كانت بتقولها في المجتمعات لا أبدا الناس منهم أيضا كانوا بيقولوا فإن احنا حتشوفهم موخخات وحتشوفهم عربات حتنفاجر اتقال والبلتاجي قال لو رجعت مرسي حنوقف كل حاجة وسينة حتبقى هادية كلام ده اسمعناه إذن موضوع القتل كان مبيتا عليه اللي بيحصل النهاردة ده كان متخطط له قبل كده مش وليد الصدفة لازم نعرف الكلام ده مهم أول إن الجماعة الإخوان لما كانوا بتحكم في مصر كانت تخطط لما بعد حكمهم إذا سقط هذا الحكم بوضوح شديد هذا ما حدث لما سقط الحكم إحنا بصينا يوم 3 يوليا زهبوا يعني بسلامة أو بغير ألف سلامة يعني ولكن يوم 4 يوليا بدأنا نسمع خط تقريبية ببتروق الغاز انفجر اللي 15 مرة انفجر قبلهم ومفجرش معهم ولا مرة 21 يوم 4 لا أنا بكلم قبلهم قبل السنة اللي مسك فيها محمد مرسي أيام المجلس العسكري انفجر خط الغاز 15 مرة ولم ينفجر ولا مرة في 12 شهر كان محمد مرسي فيه مش محمد مرسي يوم 3 يوم 4 يوليا الساعة 11 الصبح انفجر الخط أيوه وبرضو أيضا في السنة بتاعة محمد مرسي دي ما تضربش صاروخ واحد على على إسرائيل آه ولا مرة آه يوم 5 يوليا الساعة 1 تضهر تضرب 3 صواريخ من جنوب سيناء على إيلات عشان طويلة الجيش المصري لا نحن كنا سكتين وقدرين نعمل بنحرج مصر بنحرج الدولة بنحرج الجيش المصري تفهم حضرتك إزاي؟ كل ده كان مبايت يعني هزيقول إيه إن مش عشان مشي يوم 3 بقت يوم 4 لا ده هم عارفين كويس قوي ده جاهز ومين هيعمله يلا بيتروح يتعامل ده اللي بيحصل دلوقتي داخل مصر في سيناء إن هم كل هذه الخطط موجودة بيتم تنفيذها بناء على ده يتحرك يدي علامة يدي الإشارة بيروح يتحرك هم كانوا مهيدين الأرض زرعين سيناء بالجماعات دي لتوقيت ما هيتم استخدامهم فيها وتهريب الأسلحة بظبط واستكمال كلام حضرتك تهريب الأسلحة اللي دخل من شمال سيناء من الأنفاء وأيضا من حدود الليبية ومن جنوب مصر وأحد السادة المزيعين أفاضل في أحد المحطات من غير أسماء قال إن أنا قلت إن في 12 مليون قطعة داخلت سيناء على فكرة مش أنا لقلت ده في أحد السادة رؤساء وزراء مصر أثناء ما كان موجود رئيس وزارة عمل مؤتمر صحفيه موجود وقال هذا كلام قال إن في من 10 إلى 12 مليون قطعة سلاحة داخلت ما بقولش سيناء أنا بقول دخلت مصر هو بقى بأول كلام تاني ده مش موضوعنا ومش هتكلم فيه دلوقتي لكن هناك بالتأكيد أسلحة دخلت مصر وهربت أثناء وجود محمد مرسي في الحكم لليوم ده ومفرقاعة دخلت وبأرضه من البلد كده معلش حماس أدخلت أيضا من الأنفاق الكثير من الفرقاعات بعد محمد مرسي ما مش على طول علشان هذا اليوم لما مصر بقى بتضمر الأنفاق دلوقتي الدنيا هاجت ليه لأننا حتوقف طبا الكلام ده كل طبا ومصر مصر على هدم الأنفاق إحنا هدمنا بالنص كده 2186 نفع منهم 422 نفع وعيد فتحه بعد الجيش ما هدم يعني إحنا بنهد الفتحة اللي عندنا إنما البيت الفتحة الثانية ما بنزلش تحت الأرض ونروح عندهم فالمنطقة اللي عندنا دي اللي بتهدم بعدما بيدروح هو داخل مين وفتح تاني أو داخل شمال وفتح تاني